اشتركوا في القناة سبعتاشر فريق وحتلعبهم مرة واحدة خمسة وعشرين اسبوع هم كل عدد مسابقة الدور العام والمباراة اللي جاية أصعب كلها خسرت أربع نقاط في أربع أسابيع كتير كسبنا مبارتين سيراميكا خمسة اتنين وكسبنا زيد واحد صفر تعدلنا مع الاتحاد في القاهرة واحد واحد وتعدلنا أيضا مع البنك الأهلي اليوم صفر صفر أنا الحقيقة عشان أكون واضح مش حافظة لمسك في بنالتي ما تحسبش وهدف فيه عليه شك أو مش حارف أمسك في الحاجات دي أنا حمسك أنا كويسة لوحش الحاجات دي كلها أرأة تحكمية قد يكون لنا ضربة جزاء مش محتسب وقد يكون لنا هدف صحيح ما تمش حتساب وقد يكون قد لكنه المؤكد واللي أنا شفته قدام اللي هيكونش كويسين على الأقل الشوت الأول ونفس الأمر في الاتحاد السكندري برضه عندنا شوت ضائع مننا ولو قلنا هنا في الاتحاد السكندري طلعت دفعت تدفع الأبطال واتكلمت وجبت الفرص الضائعة النهاردة عندنا كمان فرصتين ضعوا ما يضعوش يعني منهم فرصة جوه خطة ستة يارضا يعني مفيش أسهل من كده وكورات بالرأس سهلة كده جدا تتوجه تبقى هدف ويعني تبنعك بقى من دوشة هتجيلك في المستقبل فيعني فرص أدي أول فرصة لحسين الشحات اللوب وحش يعني اللوب من فوق البلعوت وحش سهل هاله جدا يعني وحسين ما شاء الله مميز جدا في الكورة دي دي كانت في البداية كورة تفتح لك المباراة بنسبة 100% لكن بنضيع بغرابة شديدة جدا هكذا بقى شوية حاجات ضائعة فرص ضائعة في المقابل دي مثلا عملها بيرسة وبالعرضة حلوة جدا جدا وبعدين جوه ستة فرص بالدماغ صعب إنها تضيع كورة ياسر حد بيقول إن ماسكه وشده أنا الفيديو عندي ما زهرش لكنه في نفس الوقت أو ممكن يجيبه اختل توازنه ممكن يكون فيه شد جائز جائز جدا يعني بس عشان أكون أمين أنا مش بتاع الحاجات دي أنا بتاع أن أنا أخلص من المباراة هنا كورة جات في إيد رامي ربيع فيه لمسة يد الخبراء التحكمين مختلفين أحد يقولك لا طالما راحت للعب البنك الأهلي وكمل بيها بقت لعبة جديدة خلصت بقت حاجة جديدة وإنه ما كان للفار أنا يستاذي لحمد الحنفي البعض الآخر يقولك لا هي اللمسة يد هنا كمان فيه نقطة مهمة أنه مصطفى شبير هو نجم المباراة هو رجل المباراة أنقص ثلاث فرص مؤكدة الله يبا كان علينا ضغط با كان علينا هجوم وكلهم كانوا في الشوت الأول للأمانة يعني الشوت الثاني ما كانش فيه أي تواجد هجومي للبنك الأهلي لأن الأهلي استعاد كل وعيه أولا إشيادة بمصطفى شبير الولد كل ما بيلعب بيثبت وجوده بيقدي بشكل جيد وكأنه رجله موجودة في الملعب حاجة تسعد حاجة تفرح يعني أن الولد بالحالة الجميلة الجيدة دي حتى فيه انفراد يوء النور اللي حطه جنب القائم أنا بقول دايما بدي السبب حتى لو البنك تتشاط أم يبقى فيه بنك تتشاط برة أقول إن الحارس ليه دور فيها والانفراد لما يضيع كده الحارس ليه دور فيها لأنه لو شفت الصورة مرة تانية طلوعه تأفيله الزاوية تديق المرمى من وراه بصعب المهمة على المهاجم عكس تأخره وعكس الطايمينج الغلط بتاعه فلازم نحييه ونلازم نقول له برافو عليك إنه أدى بشكل جيد النهاردة وكل من النادي الآلي بيحتاجه الحقيقة والمنتخب بيحتاجه بيثبت إنه حارس مرمى من العيار الثقيل والدليل إنه كان راجل المبارا اليوم باختصار الجماهير ليست سعيدة الجماهير غاضبة الجماهير حزينة من خسارة أربع نقاط متتالية في بطولة الدورة هنتكلم كتير وعندنا موضوع مهمة جدا لكنه عشان أعد معاك وعاد أتكلم براحتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر